اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وطبق جديد مع زيزي فاملي طبعا كل حبيبي متعودين ان انا صاحبة الطبق الواحد بس النهاردة انا حبيت اكسر لكم الروتين انا هنعمل النهاردة طريقة تدبير مشاوي في منتهى الجمال طبعا عشان اخواتنا وحبيبنا وقريبنا واغلق الناس اللي ما عندهم شواية او فحم غير متوفر في بيوتهم انا هعلمك طريقة جميلة جدا انك تعملي ازاي اطعم مشاوي وكمان على البتجاز ما عنديش كيش جرل مش مشكلة حبيبة قلبي عندك صانية فال تقيلة بتمشي الغرض وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة في طبق زيزي الجديد حاجة كده فخر من الاخر الحقيقة بسيطة جدا بس احنا نسهل على نفسنا انا عندي لحمة ريش جبتا من عند الجزار هو زبطالي بصراحة وهنشوف تلوقتي هنعمل ايه دي لحمة داني ريش وكمان عندي فراخ انا هعملها شوش تابوك بس النهاردة تدبيلة اللحمة الداني ناس كتير جدا جدا بتقلق من الريحة اللي تبقى طبعا مشهورة بيها بس انا هوريكو طريقة امرك ما هتشمي فيها ريحة زفارة وتلاقي طعمها مميز جدا 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 المرة دي انا مش هاخد زبادي انا هاخد مية الزبادي كلنا عارفين ان الزبادي ساعات بينزل مية رواسب منه كده اللي هو زي لبا الرايب انا هاخد المية اللي من الزبادي بس ومش شرط كمية لو مع علاقتين حلو قوي احنا عايزين نحس طعم اللحمة الحقيقي مش عايزين نخسر طعم اللحمة ونستطعم بيه مش هنضيف حاجات كتير تديع طعم اللحمة بتاعتنا احنا نحط حاجات تمنع الزفارة وتمحي الريحة اللي مشهورة بيها لحم الخروف لحمة داني اللي هو لحم الخروف انزلت بمية الزبادي زي ما انتو شايفين وهنزل كمان بمعلقة كاتشاب كبيرة او معلقتين مفيش مشكلة كمان فيه هنا سوس اسمه باربكيو سوس الباربكيو ده مشهور للمشاوي وتوفر كتير في السوبر ماركت تلاقيه يعني مش ومعروف طبعا اكيد كلكم قد الدنيا كلها وعارفين اسمه سوس باربكيو هنا ديبس الرمان حبيب قلبي ديبس الرمان انا ملاحظين ان انا بستعمله كتير لانه هو بصراحة بيديني اتنين في واحد بيعوض اللمون والخل مع بعض بالمزازة اللي بيديني ديبس الرمان ومغزي وجميل وانا نزلت برشة جست التيب رشة بسيطة خلينا متفقين ان النهاردة التوابل بتاعتنا بسيطة وكمان رشة بسيطة بمقدار نص معلقة صغيرة لان انا جايبة 3 كيلو لحمة ضاني ريش بمقدار نص معلقة صغيرة طبعا حبهان خلينا كلنا متفقين حبهان وورق غار ده اساس التدبيلة بتاعتي النهاردة بربكيو السلسة كمان دبس الرمان ومعلقة واحدة كاتشاب دي هنا برشة بابركة مش محتاجين اكتر من كده فلفل اسمر حطينا الحبهان برشة بابركة وهنبدأ ننزل برشة ده رشة الفلفل الاسمر التوابل جميلة بس انتي ميزان كل شيء عارفة امتى بتزودي التوابل وامتى بتقليليها عشان ما تخسريش طعم اللحوم بتاعتك احنا عايزين ناكل لحمة مشوية بمعنى لحمة مشوية ونستطعم باللحمة فعشان كده مش هنزود اي توابل هو فلفل اسمر وكمون جسد الطيب ومن كل حاجة رشة او رشتين بالكتير ده الكمون بتاعي نزلت بيه حلوة وبابركة ونزلت بورق الغار زي ما انتو شفتوني ورقتين وكمان حطيت على التملح ونص تقريبا حاجة كده فاخر من الاخر طبعا القرفة لحمة ضاني يا جماعة يعني لازم نحط قرفة عندك عادين خشب حطي عدين ما عندكيش حطي بودرة وزيت زيتون اللحمة بالزيت بتحط لها الزيت عادي الا اذا كان مش متوفر عندك زيت الزيتون او يصعب توفره بدي ليه بالزيت العادي بس لو متوفر زيت الزيتون يستحسن للحوم زيت الزيتون اللحمة الضانية تتعمل على البتوغاز ايضا تتعمل على البتوغاز وعالفحم وعلى كل الطرق وبفرن البتوغاز عشان اللحمة تستوي معاكي وتحسي ان اللحمة بتضوب كده معاك وانت بتاكليها حاجة مستوية بمعنى الكلمة انا هقولك على حاجة خليها السر الفينيوب بينك ايه هتقولي عليها الحد واحدة كيوة ابروشيها ودويها في قلب التدبيلة بس الكلام ده لو انت هتبلي التدبيلة قبلها بساعتين انا عشان انا هبايت التدبيلة عندي بالتلاجة فانا هخليها لقبل السوا وزي ما انت شفتوني كده انا كمان عاملة شيش طوق فراخ جيبت صدور فراخ وعملتها شيش طوق هبقى في يوم اعملكوا التدبيلة بتاعتها لانها مختلفة تماما جيبت صانية حطيتها على البتوغاز سخنت جدا 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 وبدأت انزل بالمشاوي بتاعتنا انا راستها في الصانية وهذا كل اللي انت هتعملي مش هتعملي اي حاجة تانية غير كده ترسي اللحمة بتاعتك في قلب الصانية وانت شوقها معاها ما بتتحركيش تقلبي فيها كمان شلتها تاخدش وقت نهائي لان احنا قلنا هنبشر عليها واحدة كيوة بتخليها تستوي نهائي وبتخلي طعمها تحفة بسرع في التسوية بمعنى الكلمة انا شلت اللحمة بتاعتي ونضفت صانيتي ونزلت زي ما انتو شايفيني كده بشيش التوغ فلفل رومي الوان وبصل صدور فرقة تعتها مكعبات وعملت تدبيلة حلوة محترمة هنعملها في يوم مع بعض لحظة بلحظة واحطتهم في سياخ الخشب زي ما انتو شايفين وراكنتها ساعتين بصراحة انا ما عملتهش بالليل فعشان كده انا ما صورتهاش ودي حلت الرز بتاعتنا طبعا عندنا فراخ وعندنا كبد وقوانس فقلت استغل الدنيا ونعمل طبق رز محترم انا عملت رز بالمكسرات كنت عاملاه قبل كده معاكم موجود عندكم في الفيديوهات وفي الوصف الطريقة خطوة بخطوة عملت طبق رز بالخلطة شايفين هو شكله بيحكي عن نفسه وخلصت اكلتنا مع طبق السلطة وطلق طحينا وعملنا صفرة مميزة في منتهى الجمال والشيك تفتخر بيها قدام خطيبك تفتخر بيها قدام جوزك تفتخر بيها قدام اولادك تفتخر بيها قدام ضيوفك وقت ما بتحب تعمل الاكل لاي شخص غالي عليك او لنفسك حتى ايونك بتنبسط انك عملت حاجة جميلة وشيك وفق فخمة بمعنى الكلمة ادي الشيش توب بتاعي انا حطيت له شوية بطاطس شابس وادي ساعة التماطم عملناها سلطة خضرة زي ما قال الكتاب ودي هنا اللحمة بتاعتي ملحقتش ان انا ازوقها لكم بس الوقت هتعرفوا السبب اخر الفيديو كان عندنا مجزرة كله جعان وصلاة التحينة وقامت الدنيا والحمد لله وادي الرز بتاعنا كان شكله بصراحة طحفة وطعمه جنين 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 اكلة بسيطة جدا وسهلة ومتعذبيش نفسك وتجهدي نفسك الدنيا بسيطة جدا جدا انت بس فكري انت ممكن تبدلي ده عن ده ازاي وكل حاجة بتتعمل وقادي سلطة التحينة الجميلة وبالفة هنا وشافة يا رب النهاردة تكون وصفتي كانت سهلة وخفيفة وكنت ضيفة لطيفة عندكم وانا اقول لكم ايه اتمنى ان الوصفة النهاردة تكون حلوة وعجبتكم ولو عجبتكم اكتبولي في التعليقات محبوكو جدا 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 اوعى تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب ومع وصفة جديدة هنتقابل بإذن الله باي